كم هائل من القوانين المعطلة وبرلمان يعجز عن عقد جلساته منذ فترة رغم أن النظام الداخلي للمجلس النيابي حدد عدد الجلسات النيابية بثمان جلسات شهريا كل ذلك مرصود لدى المواطن الذي فقد ثقته بالبيت التشرعي الذي من المفترض أن يمثل عامة الشعب ويحرص على مصالحهم البرلمان العراقي بالآونة الأخيرة لم يعقد جلساته المعتادة لأن الفترة الانتخابية تكاد تصل إلى نهايتها ولهذا السبب كان بعيدا عن تطلعات الطبقات الفقيرة البرلمان أنا واحد من الناس عراقي لا يمثلني ولا قاعد يمثل هذا الشعب العراقي شينه اللي يقدم البرلمان خلال هاي الفترة خلال هاي السنة ونص أو السنتين اليوم البرلمان عبارة عن حلقة أريد أقول لك ياها زائدة واليوم البرلمان ليس لخدمة الشعب لمضرة الشعب لإذاء الشعب ويبدو أن الغيابات التي تسببت بعدم اكتمال النصاب أثرت على عقد الجلسات الماضية في ظل تهاون رئاسة المجلس في فرض العقوبات التي تصل إلى الفصل من عضوية مجلس النواب حسب الخبراء للنائب الذي يتغيب عن حضور خمس جلسات متتالية نستغرب عدم وجود عقوبات على الساد النواب أنا لا أقصد عقوبات قانونية وإنما استخطاعات من الرواتب والمخصصات المالية نرضيه هذا القصور يوم هذه العقوبات مماثلة لأي عقوبة تفهر على أي موظفة دولة العراقية اليوم إذا تغيب الموظف عن العمل في أي دائرة حكومية عراقية يتم الاستخطاع من الرواتب الحكومي بينما البرلمان لا تشمل هذه العقوبات وهذا عدم المساواة في المجتمع العواقي ولعل من أبرز الأسباب التي سهمت في شلل العمل النيابي هو اقتراب موعد الانتخابات وانشغال أغلب أعضاء البرلمان بالتحضير لها بعيدا عن تحقيق مصالح الشعب في العمل التشريعي والرقابي اليوم السلطة التشريعية بدأت أغلب النواب من رئيس مجلس النواب ونائبه وحتى أغلب النواب هم اليوم انشغلين بالحمل الانتخابي بدأت مبكرا لحساسيته ووضعها الحرج يعتبر في ظل هذه الظروف ومرحلة انتقالية لرسم مرحلة تكون استراتيجية وطويلة الأمد بالنسبة لحياته أغلب النواب الموجودين حاليا وكتر المسياسية فاليوم من مجلس النواب من يحاسب؟ من؟ من يحاسب من؟ أي جهة رقابية فوق مجلس النواب لا جهة رقابية أعلى من جهة مجلس النواب ورغم أن اللجان النيابية تواصل عمالها إلا أن ذلك لا يبدو كافيا بنظر الخبراء إذ لا يمكن تمرير القوانين أو قراءتها من دون اكتمال النصاب القانوني الذي ينص على حضور نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائدا واحد من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيفي